ناقشت لقنة المناقصات بوادي حضر موت برئاسة وكيل المحافظة لشول وادي وصحراء رئيس اللقنة عصام الكثيري ناقشت مستوى تنفيذ المشاريع الجاري العمل فيها في إطار مديريات وادي حضر موت والصحراء المولة من مخصصات وادي حضر موت من مبيعات النفط وإيجاد المعالجات للإشكاليات التي بارزت في أثناء تنفيذ تلك المشاريع وكلفت اللقنة في اجتماعها بحضور وكيل المحافظة المساعد شول وادي وصحراء كلفت المهندس هشام السعيدي مدير عام مكتب وزارة الأشخاص العامة وطرق بوادي حضر موت بإعداد مصفوفة متكاملة بأطوال الطرقات التي ستشملها مشاريع السفلة داخل المدن أو القرى والطرقات التي تمر في الشريط الصحراوي لما يحتله هذا المجال من أهمية في ربط جميع مناطق الوادي والصحراوي يشهم في تسهيل نغل المنتجات الزراعية والحرفية ويساعد في تسهيل عمل التنقل المواطنين